ونستعرض الآن إغلاق أسواق المال الإماراتية فكما نشاهد فإن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق على تراجع أكثر من 13% عند 9541 نقطة أما بالنسبة لأحجام وقيم التداولات في سوق أبوظبي فقد بلغ حجم التداول 144 مليون سهم بقيمة تجاوزت 982 مليون درهم أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق أبوظبي أسهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات شيميرا ستاندرد أند بورز مجموعة اس جي ستاليونز الإمارات وشركة مجموعة سودات للاتصالات مرتفع ب29 فلس أما بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة في سوق أبوظبي فهي أسهم العالمية القابضة الفضبي القابضة مجموعة مالتيبلاي مرتفع بأكثر من 80 مليون درهم وبنك أبوظبي التجاري مرتفع بأكثر من 52 مليون درهم أما بالنسبة مشاهدين لسوق دبي أيضا أغلق على تراجع عند أكثر من 14% عند 3985 نقطة أما بالنسبة لأحجام وقيم التداولات في سوق دبي فقد بلغ حجم التداول أكثر من 106 ملايين سهم بقيمة تجاوزة 480 مليون درهم أما بالنسبة مشاهدين للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق دبي كانت أسهم شركة دبي الوطنية للتأمين وأعادة التأمين الشركة الوطنية للتأمينات العامة مرتفعة ب3 دراهم و74 فلس والعربية للطيران أيضا مرتفعة بدرهمين و72 فلس والشركة الوطنية للتبريد أما بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة في سوق دبي أسهم إعمار العقارية إعمار للتطوير الإمارات دبي الوطني شركة الخليج للملاحة القابضة مرتفع ب42 مليون درهم